بس هات اللحظات كتسترجح شي دي كريات شافت فنجم الدين وزهد فيه ابتسامته المرسومة على شفايفه وهو كيهضر مع سومية خلات قلبها كيدرب بالجهد ووقف سومية وآنيسة في الكوزينة مجمعينه كيضحكوا قالت سومية قلت ليه نمشي نجيبوه ما بغاش وهي تقول آنيسة خليتي نجم الدين بجلاله مشا يتقدر خط من سبيقة وهي تقول سومية وخدر الفلوس باقي متواضع وما تبدلت فيه حتى حاجة ونعم الرجل قالت آنيسة فعلا ما تبدل فيه والي قالت سومية من اين تو انتي كتعرفيه آنيسة قالت غير مؤخرا انا قصدت باللي باينا فيه انسان مميز وماشي من النوع اللي اطر فيه الفلوس وسمعه صوت تليفون وهي تقول سومية اديالك هادا اللي كيسوني قالت آنيسة اه هانا غدا مشي نشوف شكو خرجات آنيسة وتوجهات للصافي وبالي هات تليفون ديال نجم الدين فوق الفوتين قربعت وهزات وكتشوف اسم المتصر تبسمات بخبت وجوبات قالت آلو قمر كتسمع صوت بنت وهي تقول آنيسة قالوا شكون محايا قالت قمر انتي اللي شكون هادا التليفون ديالها راجلي سومية خرجم الكوزينة وقالت شكونا بنتي يا كما باباك آنيسة بعدات تليفون على وهنيها وخلات الخط داهز وقالت لا ماما هادا التليفون ديال نجم الدين خلاه فاش خرجي يجيب الخبس ما عرفت عليش تعطن غير حطي العشاء دابع يدخل سومية قالت شكون تازل به قالت آنيسة ما عرفتش وقيل النمر غالات وقطعات على قمر وهي تقول سومية من اللي التليفون ماشي ديالك ما كانش عليك تجاوبي آنيسة قلبات عينيها وقالت غير تغالب ليه معا ديالي معا عندنا نفس الموديل مسحات لاببال ورجعت حطاته في مكان وبدأت كتحط العشاء معا مها قمر حيدات التليفون من ودنها وقابلاته معاها كتشوف فيه وترجع الهدرة اللي يسمعات كيفاش واحدة مجاوبة على التليفون ديال نجم الدين هو خاصه يكون في الشركة شكون هادي اللي جاوبات وكتهدر معا مها على نجم الدين بحال ميلا كيعرفون معرفة نيت بدأت كتحلل وكتحاول تلقاش تفسير لهذا الشي اللي يسمعات عيات ما تبرر وتقول اللا ممكن كانش سوق تفاهم خرجات من البيت ونزلات لتحت شافت الطبلة فيها دكشي لطيبات وجرات الكرسي وقلسات حطات التليفون فوق الطبلة قدامه بزهر ودازت نصلاها وساعة وساعتين وهي قالسة على نفس الحال حينيها كيشوفه غير في التليفون وكتقولها هو غادي بتاصل غير قد تصالي وغير جعي بتاصل ولكن التليفون ما زوناش الزاد عينيها في الطبلة وهزات ايدها مسحات الدمعة اللي خطات من عينيها دفعات الكرسي ووقفات وحطات ايدها على الطبلة وكمشات لغطة مزيرة عليه جراته بقوة وشيرات بيه حتى تشتت كرشي في الأرض تباصل والكيسان مهارسين والأكل في كل مكان هزات التليفون وخطاته مع الأرض وقالت وهي مزيرة على عينها أي حسات بألم في تحت كرشها وهي تحط ايدها عليها والنفس مشة لها ابقات كتاخد جاهيق وزافير حتى مشة الألم توجهات للدروش وطلعات كتجري ودخلات البيت قلزات في طرف الناموسية وحطات ايدها على وجهها ودموحها غادي صوتها ما طلعش ومخرجات حتى كلمة فقط دموحها هابطين بوحدهم قلزات على ديك الحالة شي نص ساعة ومسحات وجهها وهي طنوت هزات الفيكس وحيطات على سارة الخدامة قالت ليها جمعي ديك الروينة للتحت وقطعات بعد ما رجع النجم الدين جلست على الشمحة هم ودار الخاطر لسمية وشاف في الساعة كانت لحداش حط الفرشت وناد وقال الله يخلف وهي تقول له سمية كمل عشاك يا ولدي قال الله يعطيك الصحة كليت نيت خاص شي عشرين كيلو متر يلا تحرقات شي وهي تقول له بصحتك يا ولدي قالت أنيسة حتى أنا خاصني ننشي وهي تقول سمية إياك باكم سافر باتي معايا اليوم قالت أكيد غدا نرجع نجي معايا حويجي ونجي نقلس معاك حتى نطلع ليك في راسك وهي تقول سمية وصلها معك يا ولدي الليل هذا سلمات علمها وتبعات نجم الدين طلعوا للطموبيل وتحرك سووا لها لفين ساكنة ودارت لها دراس في جي بي أس وبعد مدة كانوا قدام الفيلا في مساكنة أنيسة حي دات الحزام ودارت عند نجم الدين وقالت اليوم كان أحسن يوم في حياتي شكرا بزدافة لوقفتك ماما عودت لي يا دكشي اللي درتي معاها معرفتش كيفاش نرده جميلة وهو يقول عائلة ناهد هي عائلتي أنيسة ترسمت على وجهها بتسامة عريضة وقالت ناهد كانت محدودة بي فرحت لحقاش لحد الساعة مازال متذكرها وهو يقول صبحي على خير قالت صبحي على خير هبطات وهو يتحرك وبقات واقفة متبع سيارة وحتى خبرات عاد دخلات للدار من التاسم وكالدندن وصلنا جمدين للدار وحطوا الطموبيل ودخل شايف سارة كتبسح في الطابلة وهو يقرب عندها قال تعشات قمر صارة معرفات مدقوة قالت ما عرفتش حطيت العشاء ولكن ما عرفتش واشكلات قال أوكي طلع للبيت وحل الباب ودخل ما بانتش ليه شايف البالكوم حلول ولهو كيحرك ضيدويات قرب وخرج وهي يتبان ليه قمر قال صف الأرض ومعن قارج لها ومطلع وجهها الفوق وكتشوف السماء شايفها لابسة داك الفستان وحفيانه وقالصة في الأرض من الفوق حد على شفته وقرب عندها تحضروا هزها بين إيديه شايفت فيه ببرود وعينها حمرين ولكن ناشفين من الدموع ادخل بها البيت وغادي للفراج وهو كيشوف وجهها وكيحاولي فستر نظراتها احتفى جقاته وتنطرت منه وحطات قال لها مالكي قد ساكتها وكتشوفها كيشوف الفستان اللي لابسة وبتاسم قال هاد شينيه هز ايدو باغي حطها على خطها وهي تبعت قال قمر اشنو بيك علش كتطر فيه هكا؟ قالت على سلامتك من اللي جيتي دازت من حداه ودخلات للدرساني نزلت السماطي ديال الفستان باغا تحييتوه وهي تحس بنجم الدين عن نقها من اللور حاوت خسرها بإيديه وهبط وجهه باسها بكتفها وقال واج مقلقة مني حي تعطلت عليك سمحي ليا كنت باغي نجي بكري وكنت ناوي ندوذ عندك الفيرمة حتى عايت علي بضر وقال لي راه رجعت تنصل بيك وطمأن عليك ولقى التليفون ديالك طافي وهو يعيط ليه قامار قالت فين كنتي؟ وهو يقول كنت معاشي نازل من بعده نعاوت ليك حطات إيديها على إيديه وحيداتهم قالت بغيت ننحس كان حس براتي عيانه قال أوكي كليتي قالت بقى واقف كيشوف فيها كتبدل وخرجات بدون ما تشوف فيه قلسات قدام المراية ومسحات المايكاب ونادت تخشات في بلاستها وغمضات عينيها خرجنا جمدين بعد ما بدل حويجو شاف فيها لقاها ساد عينيها عارف باللي مقلقة منه وما باغيش يحكر عليها صد البالكون وتفضوا وتخشى في بلاسته دار إيدو تحت راسو كيشوف في الثقف دور وجهول عندها كيشوف في ظهرها ناهد وهز الغطاق قاددوا ليها ودار على جنبه وغمض عينيها قمر كانت حالة عينيها وكتشوف دوء القمر اللي داخل منزاج بالبالكون غمضات عينيها وهي تنزل دمعة من طرف عينيها الصباح حلات قمر عينيها ودقعدات شافت في بلاست نجم الدين ورقاتها خاوية بانت ليها وردة حمر محطوطة فق كارت وزات الوردة والكارت حلاتها وهي تلقى مكتوب أنا آسف وحبكي بقات كتشوف في الورقة والوردة جحان وحطاتهم فق الكوافوز ونادت داز النهار وجاء يوم جديد واصلات العشية وكان نجم الدين مازال قالص سمح تليفون كيسوني هزو ولقى النمرد أنيسا قطع ورجع لحوج جنبه عاود صوني عليه المرة الثانية بقاها كاكح تقطع شوية ثم عقدرنا دي الميساج هزو نجم الدين وفتح الميساج لقى فيه نجم الدين بليز ممكن شوف كتابة بابا عرف دلي كنت عند ماما ما هارفاش هشنون دي خفت لي قاديها بليز جاوب على التليفون وقف وهز تي شيرت لبسه شاف ساحة كانت استدية العشية حل الباب خارج من البيت وهي ترجع صنات وهاد المرة جاوب قال فين كنتي قالت أنا في البلاسة اللي كنتي كتجي لها معناه قال باستغراب احضر الجنف وهي تقوله آه قال أوكي هاني جاي قطع وهبط مع الدروج هز التوموبيل وكيخرج من الفيلة كسيرة متاجه للجرف فين كان كيمشي هو وناهيد داك المكان اللي كان مكانهم الخاص كان مشالي مورة متهق بالمي سافر ومن ساعتها مرجع لديك البلاسة وصل وخرج من التوموبيل بانت ليه واقفة جن بسيارتها توجه لعندها وكيف وصلت لاحت عليه عن قاتل وبدأت كاتبكي بقى نجم الدين طالق إيدي ولكن مدفعهاش بعدات عليه وهزات راسها فيه وعينيها عامرين دموع رجعت شعارها وورا ودنها وشاف نجم الدين الخالة اللي جن بودنها وهو يخرج فيها عينيه شدها مندراحها بجوج وقال شكون انتي سيارة قمر كانت واقفة بعيد كتشوف فيهم وحاطة إيدها لفمها وكلها كترجف كانت أبشع صدماليها وهي كتشوفهم مع بعض نفس المشهد شافت من قبل وفي نفس المكان ونفس البنت انا رجعوش حال هادي كانت خارجة من المعهد وكتقلب على نجم الدين موالف كيجي لها في هذوقيتها من لي ما بينش ليها طلع لها الزعاف شافت واحد من الزملاء اللي عندوته موبيل وتمات غادة عنده حتى سمعتش حد كي عيت لها بثميتها قال ناهد تلفتات ناهد ناحية الصوت كيف شافت هاو يتصعق ما قدراتش تتيق عينيها بدكش اللي كتشوف بحال ليلك تشوف انعكاسها في المرايا جاها رأسها بحال ليلك تحلم قربات عند هاو بتاسمات لها وعينيها مغرغرين قالت ناهد اختي اخيرا لقيتك ناهد ما زالة مصدومة كتقول كنت خايل كتلفت في جنابها وكتقول اكيد كنت خايل وهي تقول لها لا ما كتخايليش هادي اللي واقفة قدامك اختك التوأم وكتمسح في دموحها وقالت انتي اختي اللي فرقوك عليها سينين هادي فارقونا نهار تزادينا ناهد قالت ما يمكنش صبر قربات عندها وعنقاتها بقوة ناهد بقت جامدة وحاسبرها صبحة الليلة في شي حلم بعدات عليها اختها ومدات لها ايدها مبتاسمة واستدموحها وقالت انا انيسا ناهد كتشوف ايدها وقالت فين كنتي كل هاد السنوات وعلاش ماما كتبات عليها وقالت انيسا انا بحالي بحالك عاد عرفت غير مؤخرا حتى بابا عمرو قال لي يا كانت عندك اختك واخا عند بالو انتي ميتا قالت ناهد باباك وهي تقول انيسا باباك حتى انتي ناهد قالت مايمكنش انا بابا ميت وهي تقول انيسا لا هو عايش ومعارفش باللي راكي حية قالت ناهد كيف عاش شدات لها انيسا في ايدها وقالت يلا هي محايا ونشرح لي كل شي جرات انيسا ناهد وتوجهات لسيارتها حلات لها الباب وقالت لها اطلع سدات الباب ودارت ركبها ابقى وغادي نفسهم انيسا خلاتها تستوعب هاد الشي اللي عرفات بعدها حاسة بيها باقى في حالة صدمة كيف وقع لها حتى هي فاشي الله عرفات وقفات انيسا جنت مقهى راقي حلات الباب وهبطات تبعاتها ناهد شدات فيها ودخلوا المقهى شدوا طبلوا وقلسوا وهي تقول ناهد ممكن تعودي لي شنوا واقع انا مفاهمة حتى حاجة قالت انيسا انا غدا نعود لي كل شي اللي عارفة وعودات لها بالحرف اشنو قالت لها جداتها عودات لها على قصة مهم وباهم واشنو قع بيناتهم وعلاش هربات من المستشفى بوحدة فيهم وخلات لخرى كانت انيسا كتعود وتبكي وناهد كل مرة كتزيد تصدم اكتر من داك الشي اللي كتسمع يعني حياتها كلها كانت عايشها في كدبة عندها ابو اخت وهي يحسب لها باللي غير هي يومها اللي كانين كانت عكس انيسا اللي كان من حقها تحقد علمها لكن بغد تسامحها وتعيش حياتها معهم باركة غير السنوات اللي ضاعوا منهم وهو مبعاد الغضب والعتاب ما عنده ما يدير ولا يرجع اللي فات ولكن ناهد الحكس كانت كتغلي من الداخل خاصة فاش حرفات ابوها لباس عليه وهي عايشة في القحط كل هاد السنوات واختها كانت عايشة في الخير بوحدها وهي يومها مدابزيم عزمان وكتقول هادشي كله غلط مهلي بعداتها عليهم ما عدراتش سمية اللي كانت عايشة في الجحيم وفضلت تهرب وتعيش في الفقر على تبقى ساجينة وكتعرض للضرب والتعنيف كل نهار حسدت خطها اللي عاشت في هاد الخير وما شافتش أنها كانت محرومة من حنان الأم بعد ما كملت أنيسة حديدها شدت في إيد خطها كنوع من الدعم والمواسع نزلت ناهد دميعات اللي كانوا تحصر على وضعها وظهرها العوج لو كان لها الخيار كانت تفضل مقايضة العيش مع ابوها بدل تعيش مع أموها في الفقر طال لحديد بيناتهم وبدوا كيتعرفوا على بعض وقروا أن في الوقت الحالي ما يقولوا احتجي حاجة الوالدهم على لقاؤهم احتجي الفرصة المناسبة في نواجههم وصلت أنيسة ناهد للحيفين ساكنة وعنقات خطها قبل ما تنزل دمارات الطموبيل وتحركات وبقى تناهد كتشوف فيها غادة بسيارتها الفاخرة دخلات وطلعت في الدروش كلها كترعت بالأعصاب حلات الباب ودخلات بانت لها سومية خارجة من الكوزينة قالت بنتي الحبيباجات نحط ليك لغضاء ناهد شافت فيها بحقد كبير وقالت لا ما فياش تغدى يغير انتي دخلات البيتها وزدحات الباب من يومها تغيرات علاقة ناهد بمها وولت كتتصرف معها ببرود كانت كتلاقى بأنيسة ويخرجوا مع بعض كتديها يأكلوا في أغلى المطاعم يدوروا بجوج ويتسوقوا بجوج وطبعا ما قالت حتى حاجة من هادشي من نجم الدين كانت دي ما كتعطي حجاج وتقول لي عندي دروس إضافية وتتحجج بأي حاجة واحد النهار خرجات ناهد وباليها نجم الدين واقف جنب دراجته رسمات على وجهها ابتسامتها المعبودة اللي كتخلي الإنسان يتخدع ببارقتها المزيفة شافته مخنزم وهي تقرب ليه وباسته منخده وبدأت كترمش في حينيها وقالت مقلق مني نجم الدين قال علاش البارح ما كنتيش كتجاوبي قالت لي ما هي قلت ليك كنت مع البنت لي معايا في المعهد مشينا لاتولية دي الوحد المصهمة وهو يقول وشنو علاقة هادشي بأنك تجاوبي على التليفون ناهد قالت لي درت ليه الوضع الصامت ونسيت محايته عارفة باللي تشتنتع ليه آخر مرة ما نبقاش نعاود نجم الدين بقى ساكت وهي تقول له بليد حبيبي اسمح ليه والله ما درتها بالعالم قال ليها نجم الدين تصرفاتك مبقاوش عاجبيني كتديريها قد راسك وتجيت عصادري ركعان فانية ناهد قعد حاجة عندي هي الكدوب طلع في دراجته ودار الكاسكو ذات ابقات واقفة كتشوف فيه كيف مشاوخة لها يلا بغت تمشي تاخد تاكسي وهي تبين لها أنيسة نازلة من سيارتها سلميت عليها وطلعوا في الطموبيل قالت أنيسة شكون هاداك اللي كنتي واقفة معاه قالت ناهد خطيبي أنيسة مصدومة قالت مخطوبة وعليش ما قلتي هاش ليا وهي تقول ناهد غير نسيت أنيسة قالت مبروك عليك باينا فيه شخص مميز من اللي اختارتيه وهي تقول لها ناهد هو مميز ولكن بعض المرات كيتعصب باغي تحكم فيها كيف بغى قالت أنيسة حاجة طبيعية غاد يكون غيك يغير عليك وباغي عرف فيه كاينة ومعاملة ما كرهتش نطلاقة بالشخص اللي يبغيه ويغير عليها من اللي هو هادك هو الراجل الحقيقي في نظري ناهد عوجات فمها وقالت أنت وياه غط لقاو قالت أنيسة متحمسة نتعرف على خطيب أختي شخصيته قوية وغيور ومن فوقها بوغوث ناهد خنزرات فيها ويدحك أنيسة وقالت ما قصدت هاش هكك هو ديالك ما هداش نطمع فيه مشاو كلاو مع بعض ودوزوا باقي اليوم خاشين ناهد نسات نجم التين اللي كان واضح في اللي كاع حياليها قالت من بعدي تصالحو وغادي سامحكي في مدينة واحد النهار كانوا البنات قالسين في أحد المطاعم وكيهضرو أنيسة عبرت عن رغبتها بش تشوف الأم ديالها ولكن ما قدرتش تواجهها أبقى تناهد كتفكر في كلامها وهي تجي في بالها فكرة قالت شنو بايليك نتبادله أنيسة قالت كيف هاش ما فهمتش وهي تقول ناهد انتي تمشي عندي ماما بصيفتك أنا وأنا نمشي نشوف بابا على أساس انتي نيت بغيت نتلقى فيه أنيسة قالت زعمة ما غاديش يعيقو قالت ناهد هادي الشهرين اللي دووزنا مع بعض قدرت نعرفش حال من حاجة متعلقا بيك حركاتك وصوتك فشكتها دركت خفضي ماشي طعب عليان نتاحل شخصيتك سكتت أنيسة وقالت حتى أنا مستعدة نكون بلاستك وهكا حسن نقدر نعنق ماما بدون ديك الدراما كلها موافقة ناهد قالت مزيان كاينة حاجة وحدة وهي تقول أنيسة شنو هي قالت ناهد خاسكت قطعيش عرك يكون بحالي وديك الساعة غايسها لكل شي أنيسة قالت ما عنديش مشكلة نقطعه ومن هنا بدأت سلسلة التبادل ناهد طلقت بالأب ديالها بصفتها أنيسة وأنيسة أخيرا شافت لأم ديالها وقلسات معها بحال بنتها اللي كتشوف ديما ما كانوا لا لحظات غرابة ولا إحراج ديال اللقاء الأول تعاودات الحكاية عدة مرات أنيسة عجبها الحال تعيش مع أمها وتنعزجن بها وتاكل من إيدها وناهد كانت مرتاحة على الآخر بحياة الرفاهية فاش كترجع في حالها؟ كتزيد تكره عيشته وخنج مدين ما مخليها ناقصة من حتى حاجة ولكن كانت بهغة كتر كانت كتبغيه ولكن بطريقته القات فيه الأب الحامي واستند اللي كتلجأ ليه كل شي واحتد دعم المالي اللي كان موفر لها وخكت عطارد ولكن دعمه ليها هيومها ماديا كان من بين الحويج اللي خلاوه تعلقات به كتر عمرو عز فيها شي حاجة بعد ما عرفتش كل أب ديالها وكيف عايش زاد طمعها وبغا تكتر تمنات لو أنها ما طلباتش من نجم الدين يسرعه في الزواج لو كان جات أنيسة قبل ما كانتش غدا تزيد بهاد العلاقة ودعبا لقات رأسها واحلة ومعارفش شنو المعمور ومن جيه آخرى أنيسة اللي كانت وقت مطلقة بنجم الدين كتتهرم منه خوفا من أنه يعرف باللي ما شيه يناهد نهار كيجي لدار عندهم كتتصرف بحذر في تصرفاتها ولكن كل مرة كان كيزيد إعجابها بنجم الدين هارف باللي هادشي اللي كتحس بيه غلط وهو خطي بخطها ولكن نها بداتك تتعلق به بدون إرادتها واحد النهار كانت جال سمعة سمية احترصونا التليفون ديالناهد أنيسة شافت اسموخ دات نفس وجوبات قال نجم الدين هبطي دابة ولا نطلع ليك ولا طلعت ما غاديش يوقع خير وقتع وهي تقول سمية شكونا بنتي؟ قالت لها أنيسة نجم الدين سمية قالت وسيري هبطي عنده شوفي شنو بغا قالت أنيسة ووخا هبطات وكيف خرجات من الباب باللي ها نجم الدين واقع تاجهات عنده بخطة بطيئة دار شاف فيها ولاحظ شنو لابسه وهو يخنز حيت جاكات ديالو ولاحا عليها وقال طلعي اركب وركبات من وراه وما عرفات فين تشت ابغاي كسيري وحس بيها ما شارتاش فيه جر ايديها ودالهم على كرشو زيرات على ايديها ووجهها من لاسق مع دار كسيرة نجم الدين وغادي بسرعة موقف حتى وصلوا للجور هبطات آنيسة وحادر عينيها الأرض حط نجم الدين الكاسك فوق المطور وهو كيشوف فيها قال شنو واقع معان هزات في عينيها وقالت ها؟ قال لها نجم الدين عارف راسي غلط فاش غوت عليك آخر مرة ولكن في عيلك ناهد ومالك يخرجوني على ضوحي ما بقى وانوا نتزوجه ما خاش يوقع هادش بيناتنا قالت اسمح لي ناهد نجم الدين قرب عندها وعنقها قال حتى انتي سمحي لي كانت منا تكون هادي آخر مرة يوقع فيها بيناتنا شي مشكي آنيسة مصدومة وما مستوعباش باللي نجم الدين معنقها كانت فرحانة وحزينة في نفس الوقت لأن هادو الحضن ماشي من حقها وعرفات باللي هادشي اللي دارت هي وختها خطأ في خطأ لأنهم كيتلعبوا بأقرب الناس لهم بعدات عليه وحاف سدموها قالت خاصني نرجع ما قلتش لماماها خارجة قال اوكي طلعوا ورجحها للدار وهبطات وحيدات جاكات ومداتها لي نجم الدين قال رجعي لبسيها ودخلي في حال لاحظها عليها ودخلات طالعة مع الدروج وكتبكي في صمت تعلقات بالشخص الخطأ يمكن هادا عقابها على هادشي اللي دارت واليوم التالي تاصلات بناهد ودارو يتلاقوا في شيريستو دخلات أنيسة ويدبال لها ناهد قالسة ديرا رجل على رجل لابسهم أنقى على الآخر جلسات مقابلة مهاها وهدرات بدون مقدمات هادشي اللي كنديرو فيها غالات قالت لها ناهد عاود تاني نفس الكاثيطة وهما الكدوب اللي كدفوا علينا وفارقونا ماشي غلط أنيسة قالت من غير بابا وماما كان شخص آخر اللي غلطنا في حقه ناهد كانت وتلقات اعتدارو وحدة فرق نفسك الخطوبة أنيسة بصدمة قالت أكيد كتضحكي وهي تقول لها ناهد بنت ليك كندحك؟ قلتي ما خاش نبقى نكذب عليه إذن من الأحسن تفارقو أنيسة شافت فيها بخيبة أمل وقالت مستعدت تخلاي على شخص بحاله علاق بلشنو؟ هو يشغالين وصيارة وحساب في البنك قالت لي ها ناهد أنتي تزدتي وسط هادشي ما غاداش تحسي بالمعاناة اللي دست منها عرفتي علاش درت التصميم باش نتلاقى بالناس اللي دايرين الفلوس وندير بلاستي وسطهم نجم الدين هراشل ما كينش بحاله ولكن أنا طموحي كتار من أنني نزوج بواحد بالكاد مستقر ماديا وبابا من أغنى رجال أعمال إذن بلا ما تشوفي في يبديك الطريقة كون كنتي في بلاستي غادختاري نفس الشي قالت أنيسة ما تكونيش متأكدة لهاد الدرجة شفتي ديك الحياة اللي عشت أنا مبرعه وما خاسني حتى خير كانت أكفز فترة في حياتي وهيد الأشهر اللي عشت مع ماما عاد حسيت فيهم باللي أنا حية وعندي اللي بغيني ويخاف عليها نختار هاد الحياة ألف مرة على نعيش في الجاه والوحدة القاتلة ناهد بقد كتشوف فيها وقالت مجرد هادرة أنيسة قالت مستعدة نسمح في كل شي ونعيش مع ماما في ديك الدار ونكون خاطبة شخص بحال نجم الدين ناهدت بسمات بجلب وقالت يك ما حط عليه العين واخد كوني ميتة الإحساس ما يمكنش قلبك ما يضربش الشخص بحاله انتي باغت سمحي فيه وتعيشي في الرفاهية وأنا مستعدة نتخلى على كل شي ونكون معاه قالت ناهد أوكي وأنيسة بقعت مصدومة من جوابها قالت أكيد غدت تهرك فيها شي حاجة وتضور فيها ولكن صدمتها ببرودها وموافقتها على هاد الحضرة فعلا ما تستحق الشخص بحال نجم الدين وهي تقول ناهد شفتك سكتي قلت ليك موافقة أنا نبقى مع بابا وانتي عيشي مع ماما وتزوجي بنجم الدين صفقة مربحة للطرفة رجعت أنيسة للدار ومازال ما مستوعبة شنو قاع مع ناهد بقاوا فيها الأشخاص اللي سمحات فيهم خطاها على قبل الفلوس بدون تردد رجعت للدار وكيف دخلات تلاحة علمها عن قاتها وقلست تبكي شافت الخوف في عينين سمية وطمئناتها ودخلات للبيت فين كتلعف سطحات في السرير الصغير بفراشوا البسيط وقبل ما تغمض عينيها قررت تلو حياتها السابقة مورها وتعيش كأنها ناهد طول حياتها هادي ضريبة كانت لازم تخلصها باش تحضاء بحنان الأم وتكون مع الشخص اللي بدا تكتمين ليه نرجعون الحاضر شدها نجم الدين من دراحها بجوج شدها نجم الدين من درعانها بجوج وقال شكون انتي؟ قالت ناهد ما فهمتش شنو كتخصر وهو يقول نجم الدين سد عينيه مزير عليهم ورجع حلهم وقال راسي غدين فاجر هاد الساحة من الأحسن تقولي شكون انتي؟ قالت أنا أنيسة شكون غدا نكون؟ شنق عليها من عنقها وخرج فيها عينيه وقال انتي ماشي أنيسة ولا زمن ميلي هراس هالجنب عنق وقال ما يمكنش جوج أشخاص تكون عندهم نفس الخالة في نفس البلازة باركة ما تستحمرينيه أنا وياك عارفين شكون انتي بالضبط أناهد ناهد تردقات عينيها فيه ورجع وجهها شاحب وقالت أنا ماشي ضيّع العنقها وقالت حاجة مستحيل ومعارفش كيفاش واشنو واقع ولكن متأكد انتي ناهد بحالي لم تأكد بالليموي اسميتها عائشة شافتو كيف رجح كل حمر وعرقه من فوخه كل حاجة فيه كتعطي انظار باللي ممكن انفاجر عليها في أي وقت إلي دادت كذبات وهو متأكد منها وعارفها شكون شافت مباشرة في عينيه اللي فيهم شعلة غضب كبيرة ونطقات بكلمات خلاوه يفشل ويرخي إديه عليها قالت آه أنا ناهد هادي اللي واقفة قدامك هي ناهد حبيبتك رجع نجم الدين خطوة اللور وهو كيشوف فيها أكدت ليه شكوكه اللي كان كيتمنت فيها ولكن هي فعلا ناهد ناهد اللي قالوا ليه ماتت وهي جاي عنده المحكام ناهد اللي بكا عليها وعاش في العدام ووراها ناهد اللي من بعد موتها سمح في كل شيء هو البلاد والمدة عام وهو كيلوم رسله على موتها لو أنها ما كانت جاي عنده ما كانش يوقع لها الحادث ولو اعلمها وخلها جات من قبل ما كانتش ماتت ناهد اللي خلات فراغ كبير في حياته وبصعوبة قدر يرجعها يشكف الناس ومن هاد الشي كله ناهد ما ماتتش وهي اللي وقفة قدامه كيفاش واش نوقع ما عنده حتى فكرة شافته ساكت وغير كيشوف فيها قربات عنده خطوة وهو يهز ايده فوجهة قال ما تقربيش بقي في بلاستر ناهد كتبكي وقالت نجم الدين أنا قاتحها وقال بغيت نعرف حاجة واحدة شكون اللي ماتت في ذاك التاكسي حيات ما يمكنش يكونوا دفنوا الخوة وهي تقوله ناهد أنا غدا نعود ليك كل شيء قال بصوت كي سعزع شكون مادة كنهار ناهد ولات كلها كترة هاد وقالت أنيسة اختي التوأة شاف فيها شوفة قاتلة ودار درب ايده مع الزاج دياللوطو حتى تشتت جات كتجري عنده وشدات لي في ايده اللي كتنزف ادفحها احتجات طيحة في الأرض وقال ما تقربيش لي وقفت وقالت بليز خليني نشرح ليك وبدات كتبكي تجاهلها وحلباب طموبي جات عنده كتجري وشدات في دراعه وقالت له بليز اسمع لي يا أنا مستعدة نعود ليك كل شيء عافاك انطر ايده قال عندك فرصة وحدة تعاودي فيها الحقيقة كاملة تكدبي في تفصيل صغير غتندمي أشد الندم حيث غادي نتأكد من أي حاجة قلتيها قالت أنا مستعدة نقول لي كل شيء لأني فعلاً اندمت نهار تخليت عليك قال ليها غادي تهضري ولا نمشي قالت اوكي حكيت ليه من نهار جات آنيسة لعندها وشنوقع من بعدها لقاءاتهم وتبادلهم الأدوهر حاولت ما أمكن تبين راسها الضحية وتبين باللي آنيسة استغلات الوضع باش تقرب ليه وهي اللي لعبات بيها حتى سمحات فيه والتغرات بالفلوس وحياة الرفاهية قالت تبعت طموحي والتغريت مكنش عارف أبقي مدك الشي اللي كان عندي حتى فقدتو وولا لوحدة أخرى قال نجم الدين اختاريتي الفلوس والله عمك علاش غدا تندمي ولا حيت أنا والفلوس واللي نفشيها واحدة وجاتك صفقة حسن قالت لا ماشي هكاك أنا باقي كان بغيك نجم الدين وندمت أشد الندم على دك الشي اللي درتوه فيك قال من بعد ما ماتت اختك علاش ما بنتيش وقلتيراني باقي حياة ماشي خفتي تفقدي كل شي من اللي تعرف حقيقتك داز عام وعامين ودا بعد جاية علاش دابة بالضبط كنتي تبقاي مخبية وتخلي ديك راكزوينة قالت ماش عرفت بلا تدوجتي تحطمت ودخلت بحالة اكتئاب كل يوم كان عني وكانقول ياريد دك النهار ما جاتش اختي عندي ولا وقع اللي وقع توحشت ماما وتوحشت أيامي معك حبك لي وخوفك علي افتاقدت الكل لحظة دودنا مع بعض قال لي ها نجم الدين ممكن تكوني متيرة للشفقة اكتر من هكا شنو حساب ليك غاتباني وكل شي رجع كيف كان ارجع ليك نجم الدين اللي تجرح وتعدب وما داشت عليه قليل بسببك وقلال فلوس صوتاوليك الدماغك قالت اردا انا قال لي ها بصوت مرتفع ما تعيطيش لي يبدك الاسم فقدتي الحق نطقيح لفمك قالت له يا كتبكي علاش قلبك اقصى من جهتي عارفة راسي جرحتك وآديتك ولكن قلبي عمرو دقل شي حد من غيرك شحال من واحد لبس عليها اتقرب مني ولكن كنت كنرفضهم حيت حتى واحد ما يوصل ليه اضحك بالفقصة وقال وشنو دابا باغا نحنقك ونسامحك ونرجعو ثمين على عزيلة اضرب جوج خطوات وصل عندها وضرب صبعه على جبهتها وقال ماشي غير كالتوهمي راهفة دي هالهي كنت أسف على الايام والشهورة اللي عشت على ذكرات وكنت كنت تحرق بوحدي كنت عايش ومعايش احتاجات الملاك اللي خرجاتني من ذيك الحفرة ومعاها عرفت شنو هو الحب الحقيقي مستعدة تسمح في كل شي في الفلوس اللي عندها اللي بلا عدد وتعيش معايا حتى فكوخ كلمتك نبغيها قليلها باش تعبر على ذاك الشي اللي هازف هاد القلب من جهتها وانتي بكل جرأة جاية تلعب عليها زعم راكين دمتي وزايدها من تاحلى شخصية اختك احتى بعد موتها ما صارحتيش والدي على الاقل ترحم عليها مق بدل ما تضيع دعواتها عليك انتي قالت علاش تسامحها هي وانا اللا؟ هي اللي كانت السبب في الحادث اللي ماتت فيه اختي علاش؟ واحتفهاش عرفتي الحقيقة سامحتيها علاش هي تسامحها وانا اللا؟ علاش؟ قال ما تحاوليش حتى تقارني بينك وبينها شاف فيها باحتقار وقال ديك المعزة اللي كانت باقة من جهتك ما بقات فيها حتى درها واسمك ما بقى كيعني لي يا وانا سيري عيش حياتك كيف كنتي باغا وانساي هاد الدمدومة اللي كنتي دايراه لعبة في ايدتك دار وعطاها بظهره ومشل سيارته حل الباب وطلعوا كثيرا حتى تتحكوا الروايد مع الأرض وزاد مخلي العجاجة مورها وجسد ناهد اللي واقفك في الجماد كتشوف سيارته هيكت بعد غادي سايك في الطريق بسرعة يديه مزير بهم هل البولونت ملامح وجهه متصلبة وعينيه حمرين أول مرة يحس بالغباء في حياته الشمدة تأسف على السنوات اللي دوز معاها كان حطها في عينيه وحسابها من مسؤولياته ما زال ما مصدقش أن كل شي كان كدبة وقدرات تلعب عليه بسهولة نخادع في وجهه البراء اللي وراته وعمره شك في حبها شاف الجانب الجيد وتشبت بيه وما حاولش ولولي لحظة يشك في شعورها تجاهه كيفاش ممكن يكون إنسان بارع لهذا الدرجة في ادعاء ما هو عكس عليه ويخدع أقرب الناس الإنسان اللي بانت ليه في اللول ملاك الطاهر العفوي كانت معاه لحسابه شنو كان كيقدم لها ونهار لقات محسن سمحات فيه بدون تردد كدبات وخدعات بلا ما يأنبها ضميرها ولولي لحظة خلاته محروق عليها وهي ما زال عايشة صدمة نجم الدين فناهد كانت كبيرة ولكن من ناحية أخرى حسب الراحة المشاعر اللي كان كيحمل لها من قبل استمحات بحالة اللي عمرها مكانت وقبل ما يعرف الحقيقة كان تابع الشعور بالدنب وحاسب المسؤول يعلش نوقع لها لكن كل شي تغير دعبة ونجعات ديكرة ناهد نقطة سوداء وتخلص منها تذكر اليوم اللي تعتاقل فيه كان غادي يركف التموبيل مع البوليس وعيطات عليه ودار عندها شاف دموحه ونظرتها كيفاش شافت فيه دا بعاد حرف مع ندوك النظرات كانت شخص آخر حامل مشاعر مع دنبه تأنيب ضمير السفع للتوأم اللي مشات في وسط هاد الشي يمكن حتى هي غلطات لكن كان بسبب مشاعرها حكس ناهد اللي تبعت الفلوس ودابا راجع بكل جرأة باغا ترجع الأمور كيف كانت شاف نجم الدين في ايدو وبالضبط في الخاتم اللي في صبح بعد ما عرفش نوقعه الحقيقة كاملة حاسبي اللي خرج رابح من هاد الشي كله لو أنه ناهد ما كانتش طماعه وخلاته ما كانش تغرم بقمر واعرف معها شنا هو الحب الحقيقي لو سنحات ليه فرصة يرجع لديك النقطة كان اختار نفس المسار ويمر من هاد الشي كله مراخدة غير في النهاية تكون قمر ليه ومعاه اتذكر الحالة اللي كانت فيها فاش خرج ونقاشهم اندم علاش محاولش يعرف شنو بيها وشنو اللي عصبها كان ناوي يعود ليها على ظهور آنيسة اللي التاضح باللي هي نفسها نافت لكن كان خايف أنها تنزعج وتوقع لها شي حاجة ما بغيش شي حاجة تأطر عليها وهي حاملة وقلبها ضعيف وهو عارفها حساسة من سيرة ناهد ولو أنها عمرها ما قالتها فهمها إلا أنه لاحظ ردة فعلها فاش كتجبت سيرتها قدامه وش حال من مرة خاصم على آيات بسبب هاد الموضوع بتاسم هو كيتذكر فاش كانوا عندهم في الدار واحد المرة واخته دكرات ناهد في كلامها قمر كانت جالسة جنبه ومدات إيدها وشدات في دراعه بتملق توحش ابتسامتها اللي غابت هاد الأيام زاد في الصرحة وبتعلي غير إيمتى يوصل عندها ويحضنها ويعتادر لها ادخل وطلع مع الدروش بالشريق بغي يحل الباب وهي تباليه باقة إيدو كتقترب الدم دار ادخل البيت لأخر ومشى الطوالات خدفها سمل وهعلى إيدو وخرج حط إيدو على البوانيه وحل الباب كيف ادخل؟ اصدم من منظر البيت اللي كله مقلوب الديكورات مليوحين ومهرسين والطبلة ديال الزاج مشتة والآتات مقلوب كل حاجة في الجهة بدأت كتبان ملامح الخوف على وجه نجم الدين خاصة فاش مبانش ليه قمر مشي كي يجري الحمام حلو ولقاه خاوي خرج ومشى الدرسين كيف ادخل بانت ليه كتهز في الحوايج وتلوع في الشنطة محطوطة في الأرض طرب عندها وشد في دراحة دورها بقى كي يقلب بعينيه في جسمها لا تكون مدروبة حتى وصل وجهها شاف وجهها حمر وعينيها من فوخين وشفارها باقي نفازين عينيه كي يقلبوا في وجهها كامل بغي عرف شنو بيها حس بإيدها تحطات على إيده وحيداتها بهدور دارت عاطيه بالدهر وتحدراتك تصد في الشنطة قبل ما تنطق بحت كلمة وقفات وشدات في الشنطة جراها معها دازت من حداه ومت بحب عينيه ومفاهم حتى حاجة خرجت تابحها وفاتها وقف في طريقة قال فين غدا؟ هزات عينيها فيه وقالت حيد من طريقه نجم الدين كيحاول ما يفقدش أعصابه وقال قمر خلينا نهضرو ما تقصحيش راسك عارف غلط فاش غو التعليق ولكن ما عرفتش شنو بيك هاد ليام غير معصبة وانا كنت مرون وراسي عامر بشل حوايج قلت نخليك على خاطرك حتى تهداي ونهضرو وكيشوف في الشنطة وقال علاج جامعة هادي شنوها قعقا؟ قالت فايد الفوت على نهضرو او نتناقشو حيد حتى حاجة ما غدا تصلح دابا وقالبي اللي تحطب ما غاديش يتجمع مازال خلينا نسهلوها على روسنا ونوقفو كل شي هنا دوز ايدو على شعره وقال اش كتخرقي بسبب مشكل بسيط بغا تكبريه اه انا بالصحة ملتك هاد ليام لكن ماشي الخاطري الخدمة كانت كتيرة ووقعو حويش خرا ولو تعرفي شنو قع اليو قاطعاتو قالت طلقني خرج فيها عينيه وقال شنو؟ وهي تقول له بليز اليك انتي كتعزني ولو شوية طلقني نجم الدين قال عارف راسك شنو قد قولي؟ قالت كل يوم كنتأكد ان انا ماشي البعض وما غاديش نرتاحو حتى يكون كل واحد عايش بعيد على الاخر علاش نبقا ومتشبتين بالحاجة وخا كندروها وكندرو نفوسنا ايدنا مل احسن كله يمشي في طريق قرب عندها وشد في ايدها كيه ضرب عصبية قال هيد لهضران سايها وما نبقاش نسمع ديك الكلمة من فمك نطرات منو وقعلت ما بقيتش مرتاحة معاك وحاسة بروحي بغى تطلح ما يمكنش نبقى هنا تخنقت وتقهرت نجم الدين مصدوم من هضرتها وبروتها قال ما غاداش تخرجي من هنا سيري تنعسي انا غاد انهنيك من كمارتي حتى ترجعي العقلك وفي الصباح لينا هضر اخرى دايز من حداها غادي الباب يلا بغى يحلو وهو يسمع صورة اخرى وقف وتلفت قالت ما غاداش نبقى هنا حتى تانية وغادي تطلقني هي غا تطلقني ما بقيتش باغاك انفضل نموت وما نبقاش معاك كتهضر بصوت منتافع وكلها كترجف كيشوف فيها مزير على فكه وصدره كيطلع ويهرد كان كيشوف فيها بنظرات قاسحين حتى المحلونه جاه فتغير وطلعات معها صفوليه نزل عينيه في الارض ما بين رجليها وبانوا ليه نقطة ديال الدم وهويفش قمر شافته فين كيشوف وهبطات عينيها بالي هسلوالها عامر دم والارض حتى هي هزيت في عينيها اللي تغغرب الدموع وحتات ايدها على كجهة وقالت بصوت خافت ولدي هبطو جفونها وجات طايحة في الارض على طولها طار نجم الدين اللي عندها ملحقها قبل ما يتخبط رأسها مع الارض شدها وهو جالس على ركابيه مع النقهة كيقيس فوجهها ويديه كيترعده كيقول قمر قمر حلي عينيك قمر إلا ما تدريش ليه هكا قمر حلي عينيك هزها وخرج كيجري ما عرفش كيفاش هبط الدوج حطها فطه موبيل ودار لها الحزان وركبه دي مارة غير خرج من الفيلا وكسيرها على الجهد عينيها على الطريق وعليها مد ايده شد لها في ايدها وحس بها بارده ويتقبض عليه قلبه غادي سايق بالعقل وصل للمستشفى وهبطوا هزها داخل بها وكيغوز جابوا ليه باياز ودخلوها بغا يدخل معها ولكن منعه ابقى واقف حد الباب تلبلوق كيشوف ايده اللي عامرين دمه رجليه مبقاوش قاعدين يهزوه واتكه على الحاد وهز راسه الفوق كيطلب الله يحميليه حبيبته وولده ما قادرش يستحمل فقدان اي واحد فيهم اجبت التليفون واتصل ببضر اللي خد دام في نفس المستشفى اهبط عنده بضر ديك الساعة اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة